هذا سؤال كبير ومطروح بالنسبة للشمال السوري حقيقة ختم به هذا العرض مشاهدين أستاذ أحمد خلال هذه الأيام وهذه الساعات وأمام هذه المشاهد ونتابع فيديوهات بعضها حقيقة فيه مشهد الإنقاذ لأطفال الكبار السن يفرح عندما تراه قد بقي لساعات عالقا ثم يخرج هذا يعني يشعرون بالسعادة لكن مقابل فيديوهات مؤلمة جدا حقيقة وكثيرون فقدوا عائلاتهم يعني فرد نجا من عائلة كل عائلة استشهدت إذا بدك وبقي هو وحيدا المشهد مهول حقيقة شو أكثر شي هزك من الاثنين لليوم التعازي الجماعية يعني كنا نعزين السوريين بفلان الذي استشهد بفلان الذي مات بكورونا بفلان الذي غرق بفلان الذي مات بردا بفلان الذي ضع في الغابات أو الذي مات تحت التعذيب أو الذين ماتوا بالقصف أو بالرصاص الحمد لله جربنا كل أساليب الموت الآن كل أسر كاملة بتشوف النعوات فلان وزوجته وأولاده وأمه وأبوه بتسأل شخص مين رحلك بيقول لك خالي وعائلته عمي وعائلته يا الله حتى الآن ما مر علي نعوة لشخص واحد فرد كلهم مجموعات عائلات هذا أكثر شيء يأثر فيه ويمكن بعضهم في الوهلة الأولى ظن بأنه تعرض لقصف ببرميل متفجر لا الغالبية ظنوا أنها القيامة بالأول ظنوا أنه قصف بس بعدين الغالبية السوريين ظنوا أنها القيامة خلينا نعرف ماذا جرى الزلزال عين الزلزال في مدينة مرعش وليس مرعش كما تقول الجزيرة مرعش مدينة عربية تركية ويسكنها الكثير من السوريين يعني الآن في 16500 تركي عدلوها عكل حال زملاء أنا يمكن بالجزيرة ساروي يحكوا مرعش عملوا فضوة صح ياريت لأنه اتصلت فيهم عدة مرات مرعش وهي مدينة عربية تركيا أمة فيها عدة أمم من بناتهم العرب أنطاكيا مدينة يلفظها لأتراك نحن نقول أنطاكيا مرعش نحن نقول مرعش لأتراكيا كورون مرعش أنقرة نحن نقول أنقرة بالقاف الأتراكيا كورون أنقرة بالكاف وإسطنبول نقولها بالطاء وهم يقولونها بالتاء فنلفظها كما يلفظها العرب المناطق التي أصيبت بالزلزال الإصابات القوية يائما في المحرر من سوريا اللي فيها كما قلت لك 4 إلى 5 مليون أغلب لاجئين أو نازحين لأنه هن خارجين من بيوتهم وما زالوا في سوريا وفي الجانب التركي يوجد 16 أو 17 ألف حتى الآن قتيل أغلبهم أو نسبة كبيرة منهم لا نعرف بالضبط من السوريين من اللاجئين السوريين اللي عاشوا أهوال فإذا في جانب التركيا أو في الجانب السوري أغلبهم عاشوا أهوال القصف والكيماوي ما عاشوا مثل هذه اللحظة 80 ثانية مدة الزلزال الأول 80 ثانية يعني كانوا ظنوا أنه رجعتهم إلى ذاكرتهم القصف ولكن القصف يدوم سواني وبعدين يتفقد الواحد نفسه يعرف حاله مازال على قيد الحياة خلاص انتهت الحكاية أما هنا 80 ثانية 80 ثانية حتى الزلازل نعرف الزلازل نحن ثانية ثانيتين خمسة ستة بس 80 ثانية شيء ما عاشوه في حياتهم أبدا وضمنه 80 ثانية طيب يمكن اللي نام ما حس أه نعم ما حس بشيء ما حس بشيء رح نسمع قصص والكارثة الزلازل يعني بده بده وقت طويل وهن ما فهموا أنه هدول 80 ثانية كلهم شعروا أنه هي مدتها طويلة أربع دقائق وناس خمس دقائق وناس ظنوها ربع ساعة لأنه وقت طويل جدا شعروا فيه أنه وقت طويل جدا فشيء يعني مرعب لدرجة لا توصف وهذا الزلزال الأرقام النهائية ربما توصلوا إلى واحد من أكبر الزلازل في التاريخ البشرية كله وبكل حال هو من الآن هو أكبر زلزال عرفته السورية في تاريخ الحديث كله في المائة سنة الماضية وأكبر زلزال عرفته التركية في المائة سنة من مائة سنة حتى الآن وربما تكون للأسف النتائج أسوأ من ذلك بكثير وربما يكون أسوأ زلزال في التاريخ البشري كله لهذه الدرجة نعم لأنه نحن الرقم اللي جاينا من المحرر 2000 قتيل و3000 جريح هذا الرقم بعيد عن الحقيقة كليا لأنه كل شيء يعني كل المباني المدمرة ما زالت على حالها لا نعرف عدد الذين موجودين فيها أحياء طبعا النسبة ضعيفة جدا راح تكون ولكن كم شخص ميت فيها كم جثة فيها لا نعرف على الإطلاق على الإطلاق الرقم في المحرر من سوريا سوف يرتفع كثيرا وكثيرا جدا وفي تركيا ستاش وخمسمائة ألف قتيل أنا أتوقع أكثر من ذلك بكثير التوقعاتي بحدود الخمسة وعشرين ألف في تركيا وخمسة عشر ألف في سوريا يعني رقم مخيف هذا أستاذ أحمد مرعب تتوقع أن يصل عدد القتلى أو الشهداء في سوريا إلى خمسة عشر ألف قتيل نعم وفي تركيا إلى خمسة وعشرين ألف في تركيا لسنا بعيدين عن الخمسة وعشرين ألف إلا نحن سبتعاشر تقريبا نعم وفي كثير ناس مفقودين والمصيبة في سوريا في ناس كما قلت لك في البداية أنه راحت العائلة كلها يعني ما في حدا يسأل عنهم ما في حدا يسجلهم بين المفقودين بعدين لحتى نكتشف وحتى في تركيا في بعض الجسس ما معروف لمين أصحابها ما معروف صحيح ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر